لم يكن صباح صنعاء هذه المرة هادئاً كما جرت عليه العادة خلال الأيام والأشهر الماضية لتستيقظ العاصمة على وقع انفجارات جديدة في منطقة سكنية اتخذت منها الجماعة الإنقلابية وحليفها مكاناً لتخزين الأسلحة فمنذ بدء تحرك الميليشيا للسيطرة على الدولة وهي تعمل على تخزين أسلحتها في الأماكن المقتضة بالسكان غير آبهة بأرواح الأبرياء القاطنة في هذه المناطق أعمدة الدخان المتصاعدة من بين المنازل أثارت رعباً كبيراً في أوساط الساكنين ولا يزال الأهالي متوجسين خيفة من تصاعد وتيرة الانفجارات مرة أخرى وتفيد المعلومات الواردة أن الانفجارات وقعت نتيجة تخزين الميليشيا للأسلحة في جامعة الإيمان التي تسيطر عليها وتتخذ منها معسكراً للتدريب دون أن تعرف أسباب واضحة لوقوعها تأتي هذه الحادثة في الوقت الذي ما تزال فيه المدينة عاجزة عن تجاوز صدمة احتلال الميليشيا لها وما تزال أسيرة لسلطة قمع واختطافات كثيرة بحق من يسكنها من المناوئين للجماعة